التقى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة مع الفريق أول جوزيف عطل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوبد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق العلاقات المصرية الأمريكية وسبل التقارب والتعاون العسكري مشيرا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكل البلدين من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين وفي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول جوزي فوتل والوفد المرافق له تطرق اللقاء إلى من تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة